زي ما قلنا الزمالك عنده مباراة مصرية وهامة أمام الإسماعيل يوم الأربعاء المقبل وأيضاً المباراة بتمثل أهمية كبرى للإسماعيلي تعالوا نشوفوا أراء بقى جماهير الإسماعيلي في المباراة اللي جاية بتاعت الزمالك بتاعت يوم الأربع حيقولوا إيه؟ وناخد فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل المباراة اللي جاية للإسماعيلي والزمالك رؤية حضرتك لها وما بعد تعادل بقى الزمالك أمام الجونا شايف الدور الرايح فيه حيقول الفرص الأهلي أكتر لأن الزمالك ضايع فرص كتير وطول ما بيضاع فرص حتى اللي جاي حيبقى متوتر فيه توتر وفيه عدم تركيز وفيه عصبية زي ما شفناها النهاردة فممكن يعني هو فرص الأهلي أكتر كتير للفاصل المباراة الإسماعيلي والزمالك وجهة نظرك ورؤيتك لها إيه؟ حتبقى مباراة خوية لأن طول عمر الزمالك والإسماعيلي والأهلي والإسماعيلي هتبقى حاسمة في لقب الدوري ولا شايف أن الأهلي هيخلص من مطش المعاوني؟ لا الأهلي هيخلص خلاص من مطش المعاوني؟ آه خلص لأن فيه فرق تاريباً ربع نوع قد لوقت مشكه آه الفر مستمر آه ففرص الأهلي أكبر حتى لو فزع الإسماعيلي مطش الزمالك والإسماعيلي هطول التحصيل حصل الفرقتين خلاص يعني الزمالك خلاص النفس الأخير ومفيش فرصة بنسباله حتى لو كسب الإسماعيلي برضو ما خلاص بس الأهلي حاسم الدوري وكل عادة يعني هو كل سنة خلاص شايف مطش المعاوني؟ لا الأهلي خلاص بنسبة 99 خلاص الدوري انتهى آه انتهى مبروك للأهلي على الدوري ونبدأ نفكر في المسم الجديد وإزاي مالك يفكر والإسماعيلي يفكر نفسنا فيهم نفسها الإسماعيلي طبعاً يلعب بكل كهوده طبعاً وحتى أن يجرب المسم الجايك بس